أخيراً عايز بس أعاقب على رد يعني قادم من وزارة التجارة والصناعة من التمثيل التجاري من السيد السفير رئيس تمثيل التجاري السيد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رد رقيق ومحترم ويعني ويدي درس في الدبلوماسية المصرية ودرس في الوقار الحكومي المصر التليد أنا كنت سبق وعلقت على أحد مشاهدينا في إسأل إبراهيم كان بيكلم على دور الدبلوماسيين أو الممثلين التجاريين لمصر في الخارج في سفاراتنا في الخارج وقلت أنهم يعني ما احترام الشديد وتقديري للمدرسة الكبيرة اللي اسمها مدرسة الدبلوماسية المصرية إلا أنه التمثيل التجاري خارج هذه المدرسة أو أنه بيعين من خارج هذه المدرسة فصح حليل الأمر يعني هذا الرد الكريم من السيد الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة وقال لي الآتي قال لي أنه يخضع اختيار أعضاء التمثيل التجاري للضوابط المنصوص عليها بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 82 وأنه فيه اكتياز اختبارات تحريرية وشفاهية مكثافة في مختلف الموضوعات الاقتصادية أيضا عملا بأحكام قانون السلك الدبلوماسي يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي التجاري لنفس القواعد الحاكمة للتعيين والترقية والنقل والتأديب المعمول بها لأعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية كما أن التمثيل التجاري كان جزءا من وزارة الخارجية حتى تم فصله في جهاز مستقل مع سريان أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي على أعضاء سلك التمثيل التجاري والذي تضمن أن يخول وزير الاقتصاد الوزير المسؤول على التجارة الخارجية جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجاري أيضا أضاف الرد الكريم للسيد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله أنه فضلا عن اختيارهم من بين أفضل المتقدمين يتم أيضا إعداد الملحقين التجاريين الجدد لمدة التراوح بين 5 إلى 4 سنوات قبل إفادهم بالمكاتب التجارية بالخارج يتم خلالها العمل على سقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال التدريب المكثف واكتياز دورة المهن الدبلوماسي أنا شاكر للغاية لهذا البيان الشارح والوافي والكريم والمحترم اللي بيقول لنا ببساطة أنه الدولة المصرية لا تذال تهتم بقوة بموضوع التمثيل التجاري ولا تذال يعني التمثيل التجاري مهم وحاضر في الزهنية الحكومية وإن كان بطبيعة الحال يعني تطوير الأداء وتعميق الدور أمر يعني الدعوة إليه والسعي نحوه لا يعني انتقاصا من أي جهة أو إدارة أو جهد بيتقدمه الدولة المصرية عبر إدارتها وأجهزتها المختلفة شاكر للغاية للسيد الوزير المفاوض التجاري يحي الواثق بالله وأصبح واضحا أنه التمثيل مواصلية التجاريين جزء من العملية الدبلوماسية صحيح وزير الاقتصاد أو يعني من يمثل التجارة الخارجية هو صاحب القرار لكن في نفس الوقت تعيينهم بأشمل دورات تدريبية ودبلوماسية وهما جزء من منظومة السلك الدبلوماسي عموما شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر